على فكرة اللي انتي بتولي اللي انتي بتولي ده حصل لا ده حصل النهارة قبل منزل دلوقتي الستوديو طب احنا ممكن نشوف الصور يعني فيه على فكرة اه بالزبط دي الصور دي صور من داخل المكتب عندي داخل المكتب ونالناس موجودين حتى الاعضاء اللي خاصة بالنقابات اللي خاصة بمسبيرو وكانوا متوجدين والحديث كان ايه يا أستاذ حسين بصي متفائل جدا الناس فعلا ناس على قدر من الحرية اللي احنا بنتكلم فيها الاعلامية المنضبطة وفي نفس الوقت كافة الاحترام هم بيقول لك احنا بنقول حقوقنا افتكرونا احنا داخلين على الاب والام بنقول لهم احنا محتاجين صح فهو ده الشيء اللي احنا كلنا بتخترونهم عليه وهم طلبوا ده جوابتهم يعني وده مطلب مشروع انا معهم متضامن فيه ده حقك وانا بضمن لك حقك بس الوفاء ليه بنحاول اللي احنا نمشيه بالطرق اللي نقدر عليها وهم مقدرين الجزئية دي اللقاء استمر حوالي اكتر من ساعتين على فكرة لمختلف يعني كل الفئات اللي بنتكلم فيها من كافة القطعات والطيارات اللي موجودة داخل الماسبير والناس غاية في الاحترام طلب اكتر حاجة يعني اتكلموا فيها مع حضرتك قالوا ايه هم مش بيتكلموا بس على فكرة في الجزئية بتاعتهم الخاصة بالحوق هم بيشوفوا احوال الماسبير والتطوير اللي تم فيه على شكلة القناة الاولى القناة الاولى مزهلة دلوقتي تنفسية بصورة جميلة نفسهم في الكل بس دي تكلفة مالية عالية جدا انتي ما تضاريش تحقيقية في التوقيتات دي احنا طموحنا اكبر من ده يعني انتي على شكلة البس الاردي شوفي تحسن ازاي وبقى الشكل بتاعه ازاي درجة البطولات الافريقية ويكافة الاشياء بتاعتها والالعاب بيت تبس عليها نقل كرة القدم العظيم النقل الجديد اللي بقى بالعربيات البس الفوركي اللي بقيت على تقنية عالية جدا وتواكب التقنية العالمية بقيت موجودة عندك وبتنقلي بيها المباراة دي كل ده تطوير لمسبير ونقل الاحداث القومية يعني طريق الكباش والمميوات ولا هقولك على الحاجة الأسطر ومنتدى شباب سرم السيخ اللي حنسوف انتكافة التغطيات والاحداث الخاصة بالدولة بيقوم بيها التلفزيون المصري طيب بعد اللقاء والصور دي وبجدوى الأعمال مع حضرتك بقى فيه نوع من أنواع التمأنة ما بينك وما بينهم بأنه احنا شغالين على على التصبيق أولا اللقاء ده مش هيبقى آخر لقاء احنا بنتكلم ولا هو هيبقى ده اللقاء جيه بطريقة تلقائية واحنا بنشوف أحوال ما سفيره عاملة ازاي تمام ووجهت لرؤساء القطاعات بضرورة عقد ندوة شهرية تجمعهم بالعملين في القطاعاتهم ده مهم جدا وينقلوا لي حتى لو عايزيني أبقى أنا موجود حابقى موجود معهم عشان دول في الأول وفي الآخر زملائنا وأبنائنا وأصدقائنا فلازم يبقوا عارفين الأحوال خليني كده أقولك كل زملائنا اللي يسمعونا أنه حيبقى فيه ندوة شهرية لكافة القطاعات يعني الأخبار والمتخصصة والمحليات والفضائية والطف أنت حتلاقي برضو مزيعة مش من بره فأنا عارف كل حاجة يعني إذن خليني أقولي زملائنا بإنه يعني بس أقولك حاجة بصراحة أستاذ حسيني حيقولك تاني ندوات ما أنت بتقعدني وتقول كلام بيقلقوا هم بيقلقوا لا أنا مش قاعد عشان أنا أقوله كلام أنا قاعد أسمعه وأشوف مقترحاته لو فيه أشياء عندهم يقدر يسام بيها للهي وممكن أنت تسمع المقترحات تسمع كل المقترحات النهاردة قالوا مقترحات جميلة جدا قلتولهم بعد إذنكم وفوني بالتفصيل يعني اللي بتديني قلنا مقترح منهم بيتكلموا لتطوير موارد ماس بيرو هم شايفين الأعباء اللي علينا قد إيه من رعاية طبية وبنتكلم بالتكاليف إحنا التكاليف التشغيل في حد ذاتها زادت 400-500% فأنت إما بتيجي تتحطي ده أصاد عنيكي بتلاقي الأرقام فلكي بالإضافة للعلوات والمتجمدات والترقيات والتسويات في حاجات ده ورث كبير ورث 30-40 سنة جينا شلناها كهيئة وحطينا الحلول ليه فعلا ومارسناها وابتدينا نطبع على قد الواقع يعني اللوايح المالية والإدارية كل الحاجات من هذا القبيل الحمد لله انتهينا منها وحطيناها طب أنا أقترح عليك حاجة برضو أستاذ حسين بما أنك هتعمل هيبقى فيه ندوات مع القطاعات إحنا أهل الإعلام أيما نجي نتكلم ما بنتكلمش كلام بورا بنعمل بريزنتيشن طبعا فليه ما نعملش بريزنتيشن ويتم كل قطاع أكيد كل قطاع عنده نسبة تشغيل عنده نسبة انفاق عنده أيضا حاجات عليه وتبقى ويبقى قاعد السادة العاملين زملائنا يبقوا شايفين ده بالعين وياخدوا يدوا مع بعض في القطاع بتاعهم يعني زي ما بنيجي نعمل ميزانية برنامج مثلا تيجي حضرتك تقول لي إيه معلش البند ده أنا مش هقدر أوفيه نقدر نعمل إيه فأنا مثلا أقولك طب إحنا هنقدر نعمل كذا وكذا فيبقى كمان العامل مشترك هو بالتالي من خلال الندوات دي هل ده قائم؟ ده قائم وده اللي حيبقى موجود الندوات دي تبادل الأراء وجهات النظر مقترحات هي ما كانتش موجودة قبل كده ما كانتش موجودة فحنبدأها بالإسم الله ولازم تبتدي وتبقى موجودة يعني اللقاءات كانت فردية بتتعامل في المكاتب رؤساء القطاعات وبيجمع عدد من العاملين كل ده من هذا القبيل بس إحنا عايزين نوسع النطاء ونبتدي نتكلم أكتر كانوا بينادوا بلايحة مالية موحدة وفنا بيها وحطناها وحيبتدي تنفيذها في الأيام المقبلة إن شاء الله ودي خطوة مهمة جدا فإذا إحنا عندنا كمان لائحة مالية موحدة تعالفة اختلاف القطاعات كانت عاملة مشكلة كل قطاع بينفذ معايير وضوابط ولوايح مالية مختلفة عن القطاع التاني وده ورس وده ورس مش قادر أقولك كان عامل إزاي إحنا لما دخلنا على ماس بيرو وشوفنا كل شيء محتاج تغيير كل شيء محتاج اللي هو يتحط بصورة أخرى فأنت عشان تشتغلي في المنظومة دي كلها واتطلعي منظومة واحدة موحدة مش قادر أقولك اللي إحنا تعاوننا معاهم كلهم من الناس الخبر أو كده تعبوا وانهاكوا من كتر ما بيشغفوا وتفاصيل ولوايح حاجات كتير ترجمة نانسي قنقر